تديق آخر هكذا وصف أعضاء قوى البديل الديمقراطي المعارض رفض أمانة ولاية الجزيرة الترخيص لهم بالاجتماع في فضاء قصر المعارض ولم يجدوا بدا من الاجتماع في مقر حزب التجمع من أجل التقافة والديمقراطية حيث اقترحوا عقد مؤتمر وطني يجمع كل القوى السياسية ومن المجتمع المدني يناقشوا فترة الانتقال الديمقراطي والتوافق بشأن مواعيد المسار التأسيسي للانتقال الديمقراطي في الجزائر ما زالت ممارسة السلطة هي نفسها كيف يعقل أننا قوى البديل الديمقراطي مجتمع أحزاب هي عندها اعتمادات تعد دولة جزائرية تطلب فقط ترخيص لعقد ندوى داخل قاعة ويرفض لنا هذا الترخيص ما يهمنا نحن هو وضع ديناميكية حواء وطني حول الملفات الكبرى الخاصة بالنظام السياسي الذي نؤسس له هذه الديناميكية يجب أن تعرف ذروتها في إيطاء ندوى وطنية شاملة أما مطالب قوى البديل فلم تتغير الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتخلي عن جميع التهم الموجهة إليهم ورد الاعتبار لهم وإزالة جميع العقبات التي تعترض الحقوق والحريات هناك عشرات المواطنين يقبعون في سجون النظام هناك غلق إعلامي غير مسبوق في تاريخ الجزائر هذه المواقف يختلف بشأنها آخرون ويرون أن الضرف يستدعي وجود واقعية سياسية في التعاطي مع السلطة من أجل تغيير منظومة الحكم بدل التمسك بالمسار التأسيسي والمرحلة الانتقالية أنا اتقيت بالرئيس وكانت الشريح للأزمة مشترك بيني وبين يعني الأزمة اتفقنا على أساس لماذا وصلنا إلى هذه الأزمة يبقى أنك الآن لازم نتفق على الأليات الخروج من الأزمة هذه الأحزاب السياسية التي تدعي الآن براديكالية قد شاركت في الانتخابات الشرعية لسنة 2017 وأيضا لها لحد اليوم نواب في برلمان الذي نطلق عليه اسم برلمان البوتفليقي إذن ندعو هذه الأحزاب السياسية لأكثر واقعية وليست احتكار الحراك لأنه الحراك شعبي وفي أفكار متعددة وتضم القوى البديل الديمقراطي المعارض سبعة أحزاب من اليسار والعلمانيين إلى جانب حقوقيين وأطياف من المجتمع المدني بين المصرين على المسار التأسيسي ومرحلة انتقالية وتغيير منظومة الحكم خارج السلطة والمتحفدين على هذه المواقف معتبرين أن الواقعية السياسية تتطلب التغيير بمشاركة السلطة تتباين إذن أراء قوى المعارضة بشأن آليات تأسيس نظام جديد في البلاد محمد جرادة الحرة الجزائر ومعنا من الجزائر مراد بياتور قيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وهو كذلك من الأحزاب المشاركة في جلسات البديل الديمقراطية سيد مراد أهلا بكم مرحبا بحكم أنكم شاركتم في هذا الاجتماع أبرز النقاط التي تم توافق بشأنها وفي إطار مساعي عقد مؤتمر جامع للقوة الناشطة اجتماعيا أولا أود أن أذكر فقط بظروف إنعقاد هذه الجلسات اليوم فبعد رفض ولاية الجزائر الترخيص أو الإدارة الترخيص لنا كقوى بديل ديمقراطي بعقد ندوتنا في قصر المعارض البارحة حوالي الساعة الخامسة مساء بلغنا بأن اللقاء سيكون في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وعليك أن تتصور ربما كمية المجهود التي بذلها مناظلون الشباب من أجل تهيئة ساحة مقرنا لتحويلها إلى قاعة من أجل احتضان هذه الجلسات ولكن الآن ربما سيكون العمر حينا لأنه تم تنصيب اليوم والي جديد للجزائر فيمكنكم الاتصال مباشرة به والتنسيق معه الأسبوع الماضي فقط والي العاصمة أرسل لنا التعليم عبر محافظ الشرطة وقال لنا على الحزب أن يكتفي بالنشاطات الإدارية للحزب ولا يحتضن المناظرين الذين يأتون كل جمعة من أجل التظاهر في العاصمة أين يكون مقر حزبنا في ديدوش مراد هو معقل الثوار أين يأتوا المناظلين ويأتي المواطنين الذين يسيرون يوم الجمعة للتجمع هناك وفتح نقاشات ونحن قلنا وبصلاح العبارة لولي الجزائر مقراتنا هي مقرات سياسية وهي مفتوحة للمناظلين ولن نقوم بغلقها ونحن نناظل في إطار نظام سلمي من أجل تغيير نظام سياسي أرجو أن تكون رسالتك وصلت في هذا الإطار سيد محمد أبرز النقاط الآن حول ما تم التطرق إليها سيد مرات نستعمل تعبيرين نقول مرحلة انتقالية ومسارت سيسي سيد مرحلة انتقالية لماذا مرحلة انتقالية؟ مرحلة انتقالية من أجل الانتقال من نظام سياسي مستبد إلى نظام سياسي إلى نظام سياسي ديمقراطي أي تحقيق المطلب الشعبي الذي يتمثل في تغيير النظام إذن علينا المرور بهذه المرحلة الانتقالية إذن نقوم بلا سينيسمو تاع النظام السياسي ونقول أيضا مسارت سيسي سيد ما معنى المسارت سيسي؟ المسارت سيسي معنتها التأسيس لهذا النظام السياسي الجديد بالعودة إلى السيادة الشعبية وإذن هنا نحقق ونجيب على سؤال كيفية استعادة السيادة الشعبية إذن نحن انخرطنا في هذا المسعى من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في الجزائر لأن في كل دول العالم وفي كل الدول التي عرفت ثوارات أين انتفذ الشعب ضد نظام قائم تمر عبر مرحلة انتقالية طيب هذه المرحلة الانتقالية سيد مراد ألا ترون أن الوقت قد فات على أي مرحلة انتقالية لأن صار الأمر الواقع وصار عنا أصلا رئيس للبلاد أليس بالأحرى تواصل معه توسيع نطاق التشاور معه بشكل مباشر عيوض تفكير في خطوة للوراء ومرحلة انتقالية رئيس مرفوض من أكثر من 90% من الجزائريين هذا رئيس أقل ما نقول عنه أنه رئيس ناقص للشرعية لا يمكن أنه قرر أنه مرفوض من قبل 90% ليست لدينا إحصائيات رسمية حول هذا ولكن لو نتحدث فقط على المرحلة الانتقالية كيف تتصورون هذه المرحلة كيف يمكنكم تحقيق هذا ربما الأرقام الشارع هو الذي يقولها نحن نؤكد عند ريق الحرك الشعبي أنا أشاطرك في هذا الموضوع لم تتعد ثمانية بالمئة أما مسألة المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية هي عبارة عن مرحلة أين نؤسس لنظام سياسي جديد ما هو النظام السياسي؟ النظام السياسي هو عبارة عن عقد اجتماعي هو عبارة عن عقد اجتماعي بين الشعب لتحديد نمط الدولة وتحديد النمط الاقتصادي للدولة كيف يتسيير الدولة تحديد الحريات تحديد طابع الدولة إذن كل هذه المسائل الجوهرية التي تتعلق بالدولة هذه هي المرحلة الانتقالية هي فتح نقاش أوسع هي فتح ورشات حقيقيا من أجل تأسيس نظام سياسي ديمقراطي نحن نريد نظاما سياسيا ديمقراطيا أين يكون مبدأ التدول السلمي على السلطة محترما أين تكون العدالة مستقلة أين تكون الصحافة حرة أين تكون العدالة أين تكون العدالة الإجتماعية أين تساوي بين الرجل والمرأة أين يكون الجزائري ويعيش الجزائري في كنف الحرية وفي الكرامة في بلده هذا فقط هو النظام السياسي الذي نريد التأسيس إليه جميل جدا ما تطالب به ولديك الحق في ذلك ولكن أريد أن نفهم كذلك نقطة لا تقل أهمية ماذا يعنيه نقاش المواعيد الهائية للانتقال يعني ماذا يعني هذا البند أساسا عندما نذهب إلى هذا المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني سيكون جامع أكثر لأن قوى البديل الديمقراطي اليوم عرف التوسع أكثر هناك سيتم النقاش الحقيقي حول آليات الانتقال الديمقراطي آليات هذه المرحلة الانتقالية لأننا الآن على مستوى هذا التأكدت لحد الآن لم نطرح آلياتنا نحن نتحدث على مصار تأسيسي لتحقيق أكثر وأوسع يونديزيون في هذا الرؤية إذن وبعدها نذهب إلى إلى توحيد الرؤى وتقريب الرؤى في مؤتمر وطني أين سيكون مفتوح أيضا للجميع من أجل تحقيق هدف واحد وهو انتقال الديمقراطي إلى نظام تتحدث عن تغيير نظام سياسي يعني تتحدث عن تغيير نظام سياسي بأكمله برمته في الجزائر وتتحدث عن نظام سياسي جديد طيب لماذا يعني عوض الخروج أو الالتفاف حول هذه المخرجات يعني يمكن التشاور أو ممكن يمكن مثلا النقاشات حول من ممثلين الحراك ليتم يعني ليتم بعد ذلك التشاور المباشر مع السلطة الرئاسية لماذا لا يتم التفاف حول هذه النقطة والهروب إلى الوراء ربما ما يحدث في الجزائر ليس مجرد لعبة سياسية ما يحدث في الجزائر هو تغير لميزان القوى الآن الحراك يمثل قوى قوة 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 أي تغير ميزان قوى إذن الحراك هو عبارة عن قوى الحراك داخل الحراك يوجد مختلف الإديولوجيات الحراك ليس حزب سياسي الحراك ليس توجه إديولوجي الحراك هو عبارة عن انتفاض شعبية انتفاض لشعب يريد العيش في الحرية شعب لا يطالب بالحليب إنه شعب يطالب بالحرية شعب يطالب بالديمقراطية. إذن نحن كسياسيين اليوم. ما علينا هو ترجمة هذه المطالب الشعبية إلى مشروع سياسي. وهذا المشروع السياسي. الشعب ماذا يطالب؟ يطالب بالحرية يطالب بالديمقراطية. إذن يطالب بنظام سياسي جديد. يطالب بانتلاق جديد للجزائر. إذن علينا منع هذه الانتلاق للجزائر. خطأ الجزائر أو العقدة في الجزائر هي الانتلاق الخاطئ في 62. انطلقنا غلط في 62. انطلقنا بالإقصاء في 62. انطلقنا بالاستحوال عن السلطة في 62. إذن اليوم علينا العودة إلى السيادة الشعبية. ومبدأ التداول على السلطة. وصلت فكرتك ووصلت رسالتك. شكرا جزيلا لك سيد مراد بياتور القيادي. في حزب تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وهو من الأحزاب المشاركة في جلسات البديل الديمقراطي. شكرا حدثنا من الجزائر العاصمة.